عشان كده نيجي تيجي نيجي بقى نوقف مع حضرة النبي عشان يوصينا الوصية اللي تخلينا نخرج من ايه من كل هذا البلاء حضرة النبي يقول لنا فاجملوا في الطلب واحدة واحدة ولا يحملنا انكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانما عند الله لا ينالوا الا بطاعتي يعني خلوا بالكم طلباتكم الجامعة الكل يأوجه الخير وكن على يقين بان الخير اللي ليك هيأتيك وما فيش حد يمنعه عنك علشان كده بقول اليقين دايما بقول لهذا الكلام لا احبابي اليقين من حسن التدبير هو مفتاح امان القلوب فإن اللي حاصل فالأماني مش ان حياتي تكون تحت سيطرتي امنيتي مش كده انا امنيتي ان انا ادوق حلاوة ان حياتي تحت تدبير الله وهو اللي بيستح شأنها فارتاح لان الذي يدير حياتي هو الذي يخلق حياتي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير